حفظ قطاع الفنادق والمطاعم على وطيرة النمو الإيجابية في ظل حالة التعافي الاقتصادي التي تشهدها القطاعات غير النفقية في مملكة البحرين وقد أظهرت تقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام الجاري أن هذا القطاع كان الأسرع نموا بنسبة وصلت إلى 14.17% مؤشرات مبشرة تلوح في أفق القطاع الاقتصادي الذي عانته البيانات الأولية بالإشارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 4.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي لتنوه البيانات أيضا أن تلك الأنشطة غير النفطية سجلت ارتفاعا بنسبة النمو بالأسعار الجارية قدرت ب6.4% مقارنة بالربع ذاته من العام 2021 هذا الانتعاش القوي يجيء بالتزامن مع مرور عام على إطلاق خطة التعافي الاقتصادي الأمر الذي يعكس عمق الفائدة المحققة من الخطة ودورها في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين ولعل من أبرز تلك القطاعات غير النفطية التي تواصل مؤشراتها الاستقرار بالارتفاع قطاع الفنادق والمطاعم الذي حظي بنسبة نمو هي الأعلى من بين هذه القطاعات منذ نهاية العام الماضي لتصل إلى 14.7% بالأسعار الثابتة خطة التعافي الاقتصادي التي يشغل فيها القطاع السياحي حيزا وافيا باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة التي تأكد حجم إسهاماتها في رفض الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل تنسجم معها استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026 والتي اعتمدت على أربع أولويات تتمحور حول مواضيع هامة كتسهيل دخول السائحين إلى البحرين والجذب السياحي التسويق والترويج إلى جانب إقامتهم في المملكة التي لا بد وأن يحظى من خلالها السائح برؤية العديد من المعارض والأنشطة الترفيهية والثقافية وهذا ما تعمل عليه الجهات المعنية في تنظيم الفعاليات وإطلاق جملة من المشروعات السياحية وعودة النشاط السياحة المعارض والمؤتمرات التي تنعكس إيجابا على ارتفاع نسبة إشغال الفنادق والمطاعم بشكل ملحوظ